إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وفخامة جوكويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا اليوم في قصر الشاطة في أبوظبي مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات واندونيسيا وعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبدل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معنا هذا وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا في عام 2021 وصولا إلى أكثر من عشرة مليارات دولار سنويا في غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات ما يخلق فرصا جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين ترجمة نانسي قنقر